إذن مشاهدين تستعد إسرائيل لإعادة فتح معبر المنطار الحدودي مع غزة ذلك تسهيلا لدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع بعد 13 عاما من الإغلاق لكن معبر المنطار أو معبر كاريني وهو معبر حدودي بين إسرائيل وغزة ويقع في الطرف الشمال الشرقي من قطاع غزة افتتح المعبر بعد اتفاقية أوسلو في الرابع من مايو من العام 1994 كان يديره من الجانب الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي ومن الجانب الفلسطيني الأمن الوقائي الفلسطيني وذلك بغية استيراد وتصدير البضايع من وإلى غزة في الرابع من مارس من عام 1996 وقعت عملية انتحارية في تل أبيب بتفجير في شارع ديزنغوف وكان المفجر قد دخل من معبر المنطار أغلق المعبر بعد هذه الحادثة أمام حركة المرور بسبب خلاف على التدابير الأمنية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ولكن أعيد فتحه بعد أن فرضت إسرائيل سيطرتها عليه من جليل كان لمعبر المنطار الأثر الكبير في نقل مئات الشاحنات التي تحتوي على السلع الزراعية والصناعية من غزة وإلى إسرائيل وكذلك للضفة الغربية والعالم إضافة إلى دخول المواد النفطية والمواد الإنسانية إلى قطاع غزة إسرائيل أغلقت من جديد معبر كانين بعدما تولت حركة حماس السلطة في القطاع عام 2007 وقامت بإغلاقه هذه المرة بشكل دائم ولكن ذلك حدث في عام 2011 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر